طبعاً فيه برضو خبر لطيف إنه محمد سلاح طبعاً هو إن شاء الله هيبقى نقطة انطلاقة قوية جداً لمنتخبنا في مبارتات سنغار كان عنده ماتش هيلعبه يوم 20 مارس في البريمير ليج دولة الإنجليزي أمام منشستر يونيتد ماتش طبعاً تقيل خلي بالك دلوقتي صراع جبار بين ليفر بول ومنشستر سيتي منشستر سيتي متقدم على ليفر بول بتلت نقاط فقط بعدما كانوا تسع نقاط وبالتالي الأمل زاد بشدة عند ليفر بول وخصوصاً فيه مباراة ستجمع هما هتجمع ليفر بول مع منشستر سيتي فكل مباراة هيلعبها ليفر بول هي حياء أو موت بالنسبة له في رحلة البحث عن التتويج ببطولة الدول فكان عنده ماتش جبار أمام منشستر يونيتد يوم 20 مارس يعني قبل ما يجلنا بيوم يعني هيلعب الماتش يوم 20 ويركب يوم 21 الطيارة ويجلنا طبعاً ما تشدي بتبقى ولا اللي تقدر الله يحصل فيها إصابة فيها حجم جري جبار والاتحامات وحكايات يفرق قوي إن هو الماتش ده ما يكونش موجود النهاردة أعلن الاتحاد الإنجليزي تأجيل هذه المباراة ليوم 27 أو 28 حاجة كده مال لأنه ليفربول فاز على نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي ممكن 27 أو 28 مارس ممكن يتأجل بعد كده أنا آسف بعد كده بعد يوم 29 مارس أنا آسف تمام طبعاً كأس الاتحاد هو أخذ كأس الربطة بيلعب دلوقتي في كأس الاتحاد بعد ما فاز على نوريتش سيتي وصلاح ما لعبش راح للدور ربع النهائي يورجين كلوب في كأس الاتحاد كله ما بيلعبش محمد صلاح خالف بيريحه حتى في كأس الربطة ما لعبوش ولا مباراة إلا النهائي بس وبالتالي إذا يورجين كلوب مشي على نفس المنوال فمش هيلعب محمد صلاح يوم 20 في كأس الاتحاد الإنجليزي فهيبقى جاي لنا مريح وده يفرق كتير جداً جداً إنه يبقى جاي متكسر من كتر المجهود الجبار اللي بتعمل في الدولة الإنجليزية أو يبقى جاي فريش لأنه محمد صلاح مش أي لعب محمد صلاح لعب مهم جداً ولما يبقى هو فريش وتمام التمام هيفرق جداً جداً مع المنتخب الوطن ده خبر حيث سعيد جداً عرفناه النهاردة وده شيء رائع للغاية وطبعاً نفس الكلام ما ينطبق على سادي وماني ما يجرىش حاك احنا بنتكلم على الراجل بتاعنا وممكن يورجين كلوب بيلاعب سادي وماني وارد احتمال وده شيء جميل بالنسبة لنا ده فيما يتعلق طبعاً بالمنتخب الوطني المث طيب